ويندي شيرمان كانت في المغرب وقالت بصراحة العبارة أن الإدارة الأمريكية ترحب بالمقترحات المغربية حول الحكم الذاتي للصحراء الغربية وأنها تناصر ذلك قالت الصحراء الغربية لم تكن الصحراء المغربية ما زال الأمريكان يسموها الصحراء الغربية كما هي الأمم المتحدة وغيرها لكن كما تعرفون اعترفت كان ترامب اعترف بمغربيت الصحراء وحتى بوضع قنصلية هناك في الدخلة فيما أعتقد ولم يقلوا كانوا قالوا للنظام الجزائري بأنهم بمجرد أن تأتي إدارة جديدة وهي إدارة بايدن اللي جات الآن عندها أكثر من سنة قالوا لهم بأنهم سيتراجعون لم يتراجع بايدن على هذا القرار وويندي شيرمان قالت بصريح العبارة من أن الولايات المتحدة تدعم المخطط المغربي في الصحراء الغربية لماذا استقبلتم مسؤول خارجي أجنبي يعارضكم تماما ويقبل أطروحها المغربية فيما يتعلق بالصحراء الغربية هذا السؤال يطرح عليكم بقوة لأنكم مخادعين في الحقيقة وعندما يتعلق الأمر بهذه القوى الكبرى تخنسون تخضعون تسكتون مع أنكم واضعين هذه القضية قضية الصحراء الغربية منذ أكثر من 47 سنة الآن هي القضية المركزية وبعد ذات طولها الإرهاب ما الإرهاب لماذا لم تردوا على ويندي شارم اللي استقبلها تاب بون استقبال حار وهي نائبة وزير فقط نائبة وزير مش حتى وزير خارجي بعث لكم نائبة وزير يعني هذا دليل على احترامكم على المستوى الدولي لماذا ما قال لهاش تاب بون اي انتراكي جيتنا من أولا جيتنا من بعد المغرب ثانيا جيتنا ودير تصريح هناك يقول بأنك أمريكا مع الطرح المغربي لماذا ما قلت لهاش هذا الكلام لا ما قلت لهاش هذا الكلام لأنكم تعرفون أن الولايات المتحدة والدول الغربية جميعها تدعمكم لأنهم عارفينكم نظام ضعيف ونظام سيء ونظام يخضع للشنطاج يخضع للابتزاز ونظام يخدم مصالحهم في النهاية طبعا قلت لكم المرة الماضية أنها قالت لهم بأنها تأكد لي الآن في الحقيقة قالت لهم على قائدي وأن قائدي يجب أن يضعط منصب جديد قائدي محمد قائدي اللي كانوا تردوه في نوفمبر الماضي وكان هو واحد من أقوى الجنرالات كان يقود إدارة دائرة الاستعمال والتحذير وكانوا تردوه وسجنوه وفوتوه على عبلة وإلى آخره هو مجموعة من الجنرالات اللي كانوا معها علاش لأنهم اختنموا الفرصة بعد ما ماكرون هاجم النظام لهذا وقال أنه نظام بوليتيكو ميليتير وأنه فاتيقي وأنه تببون عالق في وسط وكنا تحدثنا عليه كما تعرفون كان هذا في 2 أكتوبر الماضي فقاموا اجتمعوا كبار الجنرالات وطاردوا الجناح الفرنسي اللي كان قوي لكن لم يكن بالقوة الأخرى اللي عند الجناح الروسي اللي يقودوا شنغريها فطبعا لما جاتهم شارمان قبل ما توصل في الحقيقة المعلومات الآن اللي عندي قبل ما توصل أطلقوا صراحه والآن يحضروه باش يسعد إلى منصب أساسي وربما يعود للمنصب انتعه أو ياخد منصب آخر طبعا شنغريها مرعوب لأن التوازنات داخل جماعة الجنرالات مش مؤكد هم يشوفوا معاهم إذا طاح بوتين فاحتمالات سقوط شنغريها تصبح قوية جدا نقول طاح مش شرط يسقط بوتين بمعنى ينتهي تماما قد ينتهي وقد لا ينتهي بمعنى قد يختفي من الصورة وقد لا يختفي لكن إذا هزم في أوكرانيا وما صار الحرب لا يساعده تماما لحد اليوم لم يدخل كييف بالرغم كل أنه نصف الجيش الروسي موجود اليوم في أوكرانيا نصف الجيش تخيلوا نصف الجيش ورح جاب حتى السوريين وغير السوريين والشيشانيين إلى آخره وهذا الموضوع رح نتكلم عليه الآن بعد شوية إذن قايده سيعود المشكلة عندهم الآن خاصة وقد تكلمنا عن الموضوع هذا رح يكون محرش جدا إذا طروا أنه يعود خلال أسبوع العشرية معنى أن نقول لهم الأشياء من هنا نقول لهم مش راح راح يسرع ونقولون كيف يتعاملوا معكم الأمريكان معلومة اللي مؤكدة الآن عندي أن قتلهم لن تدخل للجزائر إذا لم تكونوا موافقين على هذا الأمر لأن قايد يحضره الغرب لكي يصبح قائد للجيش الجزائري في مكان شنجريها بعد أشهر بعد سنة بعد سنتين هما طبعا يظنوا بأن هذا النظام سيستمر هذا يذكرني في الحقيقة ما جرى في 2012 و2013 ولعل بل كثير لأن ذلك ما كانوش يعني ما كانش لايفات دائما أو ما سمعوش أو هذا موضوع عنده عشر سنوات في 2012 كان موضوع الربيع العربي كان دير حالة سقط بن علي لحقه مبارك لحقه القذافي لحقه انتع اليمن مبشار كان يترنح وكان الشعوب في حالة فائضان وحريات ووافا طبعا النظام كان مرعوب مرعوب ورعب شديد فطلبوا من أمريكا لنا قالوا نحنا صحابكم ونعاونوا فيكم وتعرفوا هنا راح نعاونوكم في مالي بالفعل ينهم بعدين فتحوا الأجوال للفرنسيس ونقول الفرنسيس عندهم أيضا الدعم الأمريكي للفرنسيين فكان الشرط الأمريكي يومها هيلاري كلينتون قالت لهم لن أدخل للجزائر إذا ما دفعتوش ربع ملايير ومئتين مليون دولار اللي في خصومها كانت هناك خصومة بين سونتراك والشركة أمريكية في اعتقادي أنها هالي بيرت نظن أنها هالي بيرت المهم شركة بيترولية أمريكية كبيرة كان في منازعة بين سونتراك وهذه الشركة خلاف وكان القضية راح للتحكم الدولي الأمريكان خافوا أنه في تحكم الدولي ما يجيش صالحهم أو يطول لسنوات فقتلهم هيلاري كلينتون لن أدخل للجزائر إذا ما دفعتوش لأربعة مليار فاصل اثنين مليون دولار الضروا أن يدفعوها